اهلا بكم مشاهدي ومتابع اليوم السابع في كل مكان مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لسبعين عاما وصخرة ثابتة للواجب الوطني ورغم وجودها على عرش بلد كاد ان ينكسر بسبب ارث الحرب الا انها تمكنت من الجلوس على العرش لمدة سبعين عاما انها الملكة اليذبث الثانية حالة من الحزن الشديد انتابت جموع الشعب البريطاني بعد وفاة الملكة اليذبث الثانية عن عمر ناهز 96 عام فهي اطول رئيس الدولة في العالم قادت رعاياها لاكثر من سبعة عقود حيث امتد عهدها الاستثنائي الذي بدأ عام 1952 الى 15 رئيس وزراء بريطاني و14 رئيس امريكي فعندما تولت اليذبث العرش كانت المملكة المتحدة مقرا لامبراطورية امتدت عبر الكرة الارضية لكن الملكة ظلت الزعيمة السيادية ل15 دولة بما في ذلك استراليا وكندا ونيوزيلندا ورئيس الكومنولس ايضا والذي يضم اكثر من 50 دولة سوفرت الملكة حول العالم كسفيرة الانجازات والاعمال الخيرية والقيم البريطانية كما كرست نفسها لدعم العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية حيث تعاملت مع كل رئيس من هاري ترومان حتى الرئيس الحالي جو بايدن على مدار اكثر من 70 عاما ولدت إليزابيس أليكزاندر ماري ويندسور في يوم 21 إبريل 1926 عيث كانت وريثة العرش وكانت الثالثة في خط الخلافة عيث ارتقى والدها جورج السادس عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936 ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيس الوريث المفترض للعرش ومن هنا أخذت إليزابيس الواجبات العامة على عطيقها أثناء الحرب العالمية الثانية أيضا انضمت هناك العمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية والتقى السير وونستون تشارشل بإليزابيس لأول مرة في قلعة بالمورار في عام 1928 عندما كانت في الثانية من عمرها وأعلن أنه رأى فيها حالة من السلطة والتأمل في طفل رضيع انتهى إليزابيس عهدها كطفلة في سن الرابعة في عام 1930 مع ولادة أختها مارغريت روز في قلعة جلاميس في سكوتلندن في يناير 1936 بعد وفاة جورج الخامس جد الملك إليزابيس أصبح أمها الملك إدوارد الثامن ملكا لمدة عشرة أشهر فقط ففي عشر ديسمبر 1936 أثار الملك إدوارد فضيحة للعالم بتنزله عن العرش بعد إعلان ذواجه من الشخصية الاجتماعية الأمريكية واليس وارفلد سامسون المطلقة مرتين أما في 3 سبتمبر 1939 كانت إليزابيس في السن المراهقة عندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا النازية وكان تهديد الحرب قد انتشر بالفعل في جميع أنحاء أوروبا وبعد أقل من عام دخل هتلر فاليس ووعد بجعل بريطانيا غزوته المقبلة وسرعان ما كانت غارات وقصف لطائرات ليلا ونهارا والتي أنطرت النيران والرعب على لندن وليفربول ومدن أخرى في جميع أنحاء إنجلترا لتمضي الملكة الأميرة إليزابيس حينها السن المراهقة في حياكة وخياطة أجوارب للجنود البريطانيين وجمع القصدير من أجل المجهود الحربي وكانت الملكة ترسل أجزاء من بدلها الأسبوعي البالغ 5 تشيلينات إلى صناديق رعاية الأطفال الطريقة وكمان ترتدي ملابس مستعملة وتلتزم بنظام الحصص الغذائية مثلها مثل جميع البريطانيين في ذلك الوقت وتعيش باقتصاد على الرغم من كونها أميرة مراهقة ووريسة للعرش البريطاني وفي موقف جريء للملكة إليزابيس الثانية فعندما سقطت القنابل على قصر باكنجهام خلال الحرب رفضت الأميرة إليزابيس والأمير مارغريت المغادرة إلى كندا وقالت الملكة لن يذهب الأطفال بدوني لن أغادر بدون الملك والملك لن يغادر أبدا بدت إليزابيس الثانية حياتها العامة بأول بث مباشر لها على إذاعة البي بي سي في أكتوبر 1940 وخاطبت عشرات الألاف من الأطفال الذين تم إجلاءهم من منازلهم وانفصلوا عن عائلتهم بسبب تلك الحرب عندما بلغت سن الخدمة العسكرية في 1944 وهي في الثامنة عشر من عمرها انضمت إليزابيس إلى الخدمة الإقلامية المساعدة وهي إحدى الوحدات النسائية في ضمن الحرب أمضت ثلاثة أسابيع في مركز تدريب النقل الميكانيكي حيث تدربت للعمل كميكانيكي وسائقة شاحنة حيث تركها العمل مغطاة بالشحوم ورغم ذلك كانت تشعر بالفخر وقالت لم أعمل بجد في حياتي إلا في تلك اللحظات وبعد استسلام ألمانيا وقفت إليزابيس بالزي الرسمي على شرفة كاسر باكنجهام لتحية الحشود المبتهجة إلى جانب الملك والملكة ورئيس الوزراء حينها وينستون تشيرشيل لم يمضي وقت طويل بعد الحرب حتى بدأت الأميرة الشابة التفكير في الزواج ولكن قبل ذلك بسنوات ظارت إليزابيس كلية بحرية في ديراتموس حيث استقبلها طالب ضخم يبلغ من العمر 18 عاما وهو الأمير فيليب تقابلت إليزابيس مع فيليب طوال الحرب وبعد انتهائها تم وضع الأمير في مهمة سحلية بعيدة في قاعدة بحرية على الساحل الجنوب الإنجلترا ولكن كثيرا ما كان يتوقف الأمير فيليب في قصر باكنجهام لتناول أعشاء مع إليزابيس وشقيقتها الصغرى مارجريت لتنمو صداقة بينهم تحولت إلى قصة حب حقيقية وكانت إليزابيس سعيدة جدا بتلك القصة ولكن والدها جورج كان غير سعيدا بتلك القصة قررت إليزابيس وفليب الزواج بعد إقامة قصيرة مع عائلتها في قلعة بالمرار في صيف عام 1946 وأقيم حفل الزفاف في 20 نوبمبر 1947 أما في 5 فبراير 1952 استيقظت إليزابيس على نبأ وفاة والدها وأنها أصبحت كمالكة لإنجلترا وصلت إليزابيس إلى مطار لندن في صباح اليوم التالي وكان رئيس الوزراء البريطاني حينها تشورشيل هناك لاستقبلها مع مجموعة من المستشارين في يونيو 1953 أقيم الاحتفال الرسمي وتم تتويق إليزابيس كمالكة لبريطانيا بالإضافة للواجبات الدستورية التي أدتها إليزابيس كرئيسة لدولة بريطانيا ورئيسة لكنيسة إنجلترا سافرت إليزابيس للعديد من البلاد حول العالم كسافيرة للنوايا الحسنا لبلدهم في أولي التسعينات وعلى الأخص في عام 1992 والتي وصفتها الملكة إليزابيس في خطاب لها بأنها السنة المروعة في حياتها حيث كان هذا هو العام الذي انفصل فيه ابنها الثاني أندرو عن زوجته سارة كما طلقت ابنتها أن زوجها مارك فليبس وأصبحت الخلافات بين ابنها تشارليز وزوجته ديانا أصبحت قضية رائعة في 24 أوسس 1992 نشر نص محادثة هاتفية بين ديانا وصديق مقرب من صحيف الدسان عيث وصفت ديانا الحياة مع تشارليز بأنها تعذيب حقيقي قائلة إنها قد ألقت القبض على الملكة الأم وهي تراكبها مع نظرة غريبة في عينيها وصلت ديانا وأبنائها الصغار ويليام وهاري اللي قاموا في قصر كينجستون في حين تم الكشف عن علاقة الأميل تشارليز بكاملة باركريز بولز من قبل الصحافة البريطانية ينفصل أمير وأميرة وولز رسميا في 9 ديسمبر 1992 لم تكن الملكة تعيش حياة عادية وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إنها كانت صخرة استقرار في عصر تغيرت فيه بلادنا كثيرا ولا يمكن أن نكون أكثر فخرا بها لقد خدمت هذا البلد بنعمة وقرامة ولياقة لا تخطئ فيها أيضا بدت الملكة استثنائية في جنازة الأمير فليب التي أقيمت بعد وقت قصير من وفاته في 9 إبريل 2021 فبعد 73 عاما من الذواج أصبحت الملكة جالسة بمفردها في مقعد منفرد في قلعة ويندسور وهذه الصورة ذادت كثيرا من سقل صورتها كقائدة رزينة خلال الصراء والضراء وفي فبراير 2022 أصبحت الملكة إليزابيس الثانية أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عاما على العرش ومع تدهور حالتها الصحية تجنبت الملكة الظهور في العديد من المناسبات الرسمية ليظل آخر ظهور علني لها خلال تعيين رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليس ترس ليعلم بعدها قصر باكينجهام يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 وفاة الملكة إليزابيس الثانية عن عمر يناهز 96 عاما ليبقى الأمير تشارلز هو الوريس الشارع الوحيد لعرش المملكة المتحدة هذه كانت مقتطفات من حياة الملكة إليزابيس الثانية أشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء اشتركوا في القناة